السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة طيور الزينة في كل مكان اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هنتعرف فيه عن طفرة مهمة بدأت ناس كتير في الفترة الاخيرة تتكلم وتسأل عنها ازاي تنتجها هنعرف كل حاجة عن الطفرة دي واللي هي الطفرة الشكر برصاصي بس متنسوش لايك على الفيديو كمان تشتركه في القناة ويا ريت تكتبونا في التعليقات ايه انواع الفيديوهات اللي ممكن اقدمها لكم وتستفادوا بيها واول حاجة لازم تعرفها عشان تقدر تنتج الطفرة دي او التركيبة دي لازم تعرف ايه الطفارات اللي متجمعها في التركيبة دي ومديها الشكل ده والطفارات دي يا شباب هي عبارة عن نمرة واحد طفرة البندد سينجل فاكتور ودي طفرة لوحدها ومن الطفارات السيدة تاني طفرة هو اللون اللازرق بجينين عامل مظلم واللي بتغير اللون اللازرق وتخليه لللون الموه زي اللي قدامكو ده بالزبط ودي طبعا طفرة لوحدها اللون الالازرق بجميع درجاته اللي هو اللون الازرق السكايبلو والكوبلت والموف دي طفرة لوحدها ومن الطفارات المتنحية تالت طفرة هي طفرة الوجه الاصفر ودي برضو تعتبر طفرة لوحدها ومن الطفارات السيدة وتوضيح سريع للطفارات السيدة كده على السريع للناس اللي مش فهمة يعني ايه طفارات سيدة او تفارات متنحية. تفارات سيدة يا شباب معناها انها بتظهر في الانتاج حتى لو بوجود جين واحد منها. يعني لو فرد واحد هو اللي حامل الصفة دي بيظهر في الانتاج من اول بطل. وده طبعا بينطبق على جميع التفارات السيدة. اما الصفة المتنحية واللي هي زي اللون الازرق ما بتظهرش في الانتاج الا بوجود الجينين. يعني لازم يكون الزكرة والانسة فيهم نفس التفارة دي او على الاقل حاملين ليها عشان تظهر في الانتاج من اول بطل. وطبعا برضو الصفات المتنحية قانونها واحد في جميع التفارات. ولو احنا فهمنا المعلومات دي هنفهم من كده ان كده احنا محتاجين نجمع التفارات دي مع بعض. في فرد واحد عن طريق زكر وانسة يكملوا بعض. كل واحد فيهم بيحمل بعض التفارات دي. ولكن نقصوا بعضها. بنجمعها مع بعض في تركيبة واحدة وبيطلع في الانتاج تركيبة الشكر برصاصي. وتعالوا دلوقتي نشوف احنا هنجمع التركيبة دي ازاي? عن طريق مثال بسيط. طبعا الموضوع ده له امثال كتير. بس انا هوريكم تجربتي انا شخصيا في الجوزة العصافير دول هعرفكم انا جبت ايه مع ايه? وايه اللي كان ناقص كل فرد? وان شاء الله بالطريقة اللي انا عملتها دي طلع عندي في الانتاج من اول بطل الشكر برصاصي. بس معلومة سريعة كده بس قبل ما نبتدي. طبعا احنا قلنا الشكر برصاصي بيدم تلات طفارات مع بعض. فيهم طفرتين صفة سيدة. وطفرة صفة متناحية اللي هي اللون الازرق. وعشان الانتاج يطلع عندنا من اول بطن فيه شكر برصاصي. لازم الفردين اللي هنحطهم يبقى فيهم الطفرة المتناحية عشان تظهر عندنا من اول بطن. اللي هي طفرة الازرق. اما الطفارات السيدة التانية اللي هي زي طفرة البندد او طفرة اصفر الوجه. فممكن يبقى موجود واحد فرد منها واحد هو اللي فيه الصفة دي. وان شاء الله برضو بتزهر في الانتاج. فلازم انت بتعمل التركيبة دي تتبقى مركز ان الصفات المتناحية لازم تبقى موجودة في الطرفين. انا جبت قدام حضراتكو دلوقتي الفردين اللي قدامكو دول. نبتدي بالذكر. الدكر اللي قدام حضراتكو ده اللي هو درجة الازرق بجنين عام المظلم. ودي الطفرة اللي بتبقى موجودة في الشكر مرصاصي. موجودة في الدكر ده. وكمان موجود فيه طفرة اصفر الوجه. ودي برضو صفة سيدة ومن اللي موجودة في تركيبة الشكر مرصاصي. يبقى كده نفهم من الكلام ده ان انا الفرد اللي قدامي ده في الطفرتين نقصه بس طفرة البند. نروح للنتاية بقى ونشوفها مع بعض انا جبتها عاملة ازاي? دي يا شباب النتاية اللي انا جبتها? طبعا زي ما قلت لكم جبتي فيها اللون الموف اللي هو اللون اللي ازرق بعامل باتنين عامل بجنين عامل مظلم. جبتهم فيها بحيث ان زي ما قلنا ان دي هي الطفرة المتنحية واللي لازم تبقى موجودة في الفردين. وكمان النتاية فيها الطفرة اللي نقصه واللي هي البند. طبعا الطفرة اللي موجودة في العصفور ده اللي كانت متاحة بالنسبالي هي السينجل فيكتور. يعني بجين واحد من الجينين بتوع البندل. يفضل ان انت لو متاح عندك تدي دابل فيكتور يبقى افضل لان الانتاج هيبقى فيه انتاج شكر برصاصي اكتر مما يبقى الفرد سينجل فيكتور. وجمعت الجزده مع بعض وابتديت ان انا اعلق له البياضة واشغله. وبفضل الله من اول بطن ابتدى يظهر في الانتاج عندي الشكر برصاصي. وده الانتاج من داخل العش زي ما انتم شايفين كده الحتة اللي قدامكو دي. حتة شكر برصاصي وفيه كمان حتة في العش برضو شكر برصاصي بس مش واضحة قوي. صورتلكم اللي واضحة وقلت ورها لكم. عشان الناس اللي عايزة تنتج الطفرة دي تتفضل. دي طريقة سهلة. مفاش اي مشكلة. عصافير عادية جدا. اسعارها زي اسعار الاسترالي. وهيطلع عندك الشكر برصاصي ان شاء الله من اول بطن. اتمنى يكون فيدتكم بالمعلومات. واتمنى منكم ما تبخلوش علي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم واستنونا في فيديوهات كتير مفيدة ان شاء الله الفترة الجاية.